طيب فيه اسئلة كثير الحقيقة جاي لنا من مشاهدين الكرام حول مبارات بكرة وحول برضو بعض السفقات في الاندية وخاصة في الاندية القيمة اهلي وزمالك استاذ محمود مرداش سبعة الخير وكاسونجو جاي الاهلي ولا ايه؟ هو اخر حاجة مبارح بالليل يمكن في منتصف الليل كان فيه قعدة ما بين المستشار مرتضى منصور وبلال نظير وكيل كاسونجو اعتقد تم الاتفاق بدأت تتغير وجهة اللاعب ناحية نادي الزمالك شهية في البداية طبعا الاهلي كان عايز يضم كاسونجو لكن بقولك بعد جلسة مبارح ما بينه مستشار مرتضى وما بينه وكيل اللاعب بدأ الامور تتجه ناحية نادي الزمالك يمكن هم اتفقوا على المقابل المادي للعب نفسه بشكل نهائي متبقي بقى مفاوضات الزمالك مع نادي الاتحاد السكندري المستشار مرتضى قال انه هو هيعرض مبلغ مليون دولار ما يعادل 18 مليون جنيه مصري لضم كاسونجو فبالتالي لسه حتى الان الامور لم تحصم يعني فيه منافسة واعتقد يمكن خلال الساعات المقبلة هيكون فيه منافسة سخنة بين الاهلي والزمالك وان كان يمكن يكون اقرب شوية لنادي الزمالك تماما